خلينا دلوقتي نروح لموجز لها مؤخر الأنباء صحب الزملة تنهل الحمالهم تفضلي هال شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم في العاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي يحضر المنتدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة الدول الأفريقية وممثل المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية الذين تمت دعوتهم إلى القمة وأكدت بكين أن منتدى الصين وأفريقيا سيكون أكبر حدث ديبلوماسي تستضيفه منذ وباء كورونا إذ يتوقع أن يحضر أكثر من عشرة قادة ووفود أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في ولاية يوبي بشرق نيجيريا بما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وأربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين هذا وأكدت مصر على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها ومشاوراتها مع مصر وقطر بشأن الخطوات التالية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب وأن يعود المحتجزون إلى عائلاتهم استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة وقراء غارات الاحتلال استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على مدينة غزة كما استشهد فلسطينيين وأصيب حوالي ثلاثون في قصف للاحتلال استهدف كليات نماء شمال مدينة غزة فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية بالمدينة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من بلدة كف الحارس شمال مدينة سلفيد بالضفة الغربية المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في الخامسة عشر من عمرهما وقد تمت الاعتقالات بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العزة شمال بيت لحم حيث شنت حملة دهم وتفتيش على منازل مواطنين فلسطينيين وقد أصفرت العملية عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت لتفريق تجمع الفلسطينيين أفادت وكالة أنباء رويترز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم يحدد الخطاب الذي أرسله مجلس الأخلاقيات التابعي لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في الثلاثين من أغسطس إلى وزارة المالية عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها لكنها أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا إذا اتبع مجلس البنك المركزي توصيات مجلس الأخلاقيات وذكر أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات أفاد مصدر أوكراني رسمي بمقتل شخصين وإصابة أكثر من عشر في ضربات روسية استهدفت مدينة الفيفا في غرب أوكرانيا وصرح المصدر بأن عددا من المباني السكنية تضرر بفعل القصف الروسي وذكر مسؤولون أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل على صد الهجمات انتهى مجلس التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل